مصممتنا اليوم أثبتت نفسها في عالم التصميم من خلال ذوقها المميز في تصويم الأعراس والمناسبات وما وقفت انت هذا المجال بس بل ساندت تخصصها بإنشاء مخبز نوفمبر وتأسيس محل زهور وإكسسوارات منزلية وهدايا حديثنا اليوم مع المصممة بي بحياة اللي نلقي من خلال الضوء على مسيرتها وخبرتها بالعمل بهذه القطاعات المختلفة بي بي حيات الناس تعرفتش عن بي بي حيات صاحبة محل نوفمبر صح لكن هم عندك محل ورد محل هداية وانتي مصممة أعراس ومناسبات بالمقابلة هذي رح ركز أكثر على جانب المصمم اللي في بي بي شغلتش بالأعراس والمناسبات سواء كانت في نادق أو في بيوت وتنشيزها بس بالبداية أنا بنعرف شن كانت بدايات بي بي وين درست شلون ابتدت عشان توصل اللي هي واسطته اليوم درست بجامعة الأمريكية بيروت بالبداية أنا ما كنت عارفة شنو أبي أدرس كنت عارفة إن أحب الدزاين ومن الثانوية كنت ردت بالحفلات التخرج والبيك سيلز والفاندريزر وكل المناسبات اللي صرت بالثانوية وشفت أنها شيء وايد أحب أن أسويه بس بوقتها بسنة 2000 ما كان فيه يعني ما كان فيه ميجر وإذا كان فيه يعني مثلا لازم تدرسين هوتل مانجبنت وأنا ما كنت بيشتغل بالفنادق ولا التوريزم كنت حابة الدزاين بس أغان لأنا ما كنت عارفة نصحني أبوي قال لي روح يدرسي شيء أهم أنت يعني حابته تاخذين فاين ارت تاخذين أنا بيس زين وبعدين عقب الجامعة عقب الأربع سنين الباتشرات بعدين شوفي شيء تابين تخصي روحي دوري اخذي الكلاسز اللي تابين حسيت أن هذا الشيء ساعدني وايد لأن أول شيء يعني بدان ما أكون بس عارفة دزاين درست أجوكيشنال سايكولوجي أحس أن هذا الشيء وايد ساعدني أن أعرف شون أكلم ماي كلاينز العملاء أتعرف عليهم أعرف البرسوناليتي زمنوتهم أعرف مثلا أشياء يابون يقولون ليها بس مو عارفين شلون سأحس أن هذا الشيء وايد فادني الأربع سنين ونصر اللي قاعد فيهم بيروت ها ما استفدت وايد لأنه إن شاء الله اللبنانيين وايد فيهم دزاين وهو فيهم إنوفيشن فيهم ضيافة بعد وايد ضيافة وايد كريمين لسانهم حلو تعلمتنا شون يعني استفدت من كل شيء يعني كل ما تروحين حتى بيت بسيط بلبنان بيعزمونش على عاشها يعني يرتبون الطاولة بطريقة حلوة كنت أشوفهنا بس مثلا من الوردي بالحديقة أحطوه ورتبه طاولة وكانت حلوة يمكن هذا كانت بدايتي إنه شلون أقدر أرتب حفلات ومناسبات بجت أنا بدايتي ما حدا يعطيش بجت كبير بس الحلو إنه تعلمت إنه مع أشياء صغيرة مع جس كولور كومبينيشن إنه هاو تستطيع دزاين وهم وأنا بجامعة كان عندي شوية تايم آخر سنة سو اشتغلت بشركة مناسبات يابون ربن بالضبط لون الورد كنت أروح أحوث تعلمت يعني تعلمت عن السبلايرز تعلمت عن ألوان تعلمت شون أسوي بارغنينج هذا كله تعلمت بالسنة اللي اشتغلت فيها سو اقاس هذا كانت بدايتي يعني مولي أنا قلت أوكي راح أبلش بس صار ناتشرلي بعد هذا كان كله ببيروت هذا كله كان ببيروت ايتل كويت شو سويتم ايتل كويت قعدت يمكن سبوعين بعدين قررت أن أأخذ ستة شهر قعدت بلندن وبلندن سويت سمول انتير ديزاين كلاسي أخذت تو ميجر كلاسي من فلاور أرانجينج يعني كل واحدة شهرين وشهرين تنسيق الورود تنسيق الورود وتنسيق يعني شون حتى تنتنظر يعني شون ترتبين الشغل إذا تبين محل الورد يعني هو مو بس أوكي أنا حاب الورد بفتحه بس إنه شون تعرفين من السبلايرز شون تدير مبارك على الورد شون كل الورد من تروبيكل لأوروبي لشي يعني مثلا شرقي كل واحد عنده اتقون مثلا ثرمستات معين بالثلاجة قص الورد ترتيب الورد تنسيق يعني تعلمتها from A to Z وهم تعلمت تايم مانجمنت بالورد عندك عرس وعندك ثمان ساعات لازم تنسقين يمكن خمسين بوكي بس الورد شي يعني ما يظل forever يعني عندك يوم so in a how to time manage this حسيت أنا كل شي أخدت الصدفة مولي أنا رحت وسويت research يعني كنت بلندون لفيت على المحلات شفت أنا هذا الكورس يناسبني التيتشر سموان ودي أتعلم منه ستايلة قريب عن ستايلي so I just did it بعدين رديت لكويت واشتغلت من راية للي ناطخ يعني my work experience كان ثلاث سين ونص لما قلت أنا بفتح my own company بالبداية بالراية كنت يعني منسقة منسقة حفلات بالcorporate يعني راية نمنا الراية ما الحفلات ما كان فاتح so كل التجهيز كان حق أول حفلة so الحلو يعني وهي نصيحتي تأني ودي يبلش بيزنس أن الحلو أن أنا تعلمت كل الخطوات اللي الويدن كانت تسوي بس behind the scenes so شفت اللي سووا صح وشفت الأغلاط اللي سووهم والحلو أن تعلمت بدون ما تكون أغلاطي هذا بالراية بعدين اشتغلت بلونوتر in-house designer كانوا محتاجين لنا حق مناسبة مثلا فالنتينز دي عيد الوطني نيو يير يغيرون اللوك مع المبنى اللي على البحر كنت أنا يعني يعني أنا كنت ديكوريتر مالاتهم حظك حظك كان ويد حلو لأن من سنة 2004 ل2007 كان أزل حفلات كان الناس يستثمرون بالحفلات ويد وكانوا يبون مصممين يعني مشهورين بالعالم كله من برستن بيلي لمصممين فرنسيين لأكبر شركات من لبنان سو الحلو أني أنا شفت يعني شفت أكبر حفلات وتعلمت منهم وكم وظفة بلنوط يعني من ناحية الكيترينغ تعلمت يعني الدزاين وشفت يعني الدارج وشفت شن اللي قاعد يصير بالعالم وقالسو الحلو أني أنا أنا وايد يعني مثلا أنا وايد أحب الأكل وايد أحب الكيترينغ وهالشي سو استفدت من ناحيتين رغم أن بيبي حياة مادسة تصميم كتخصص بالجامعة وما كانت أصلا متأكدة أن هذا الشيء هو اللي تبي شوفوا كيف تشفت الموهبة ونمتها درستي أو أخذت دورات مثل ما قلت عن التصميم الداخلية ومكتبة في لندن ستة شوية قاعدت فيها صح كيف تحسين فادتك وليش قررت تأخذين دورات بالتصميم الداخلي وليش دورات بالتجهيز المناسبات لأنني أدرينا في دورات متخصصة حق وليش دورات صح وليش دورات صح أنا كنت أخذة من جي دوليو الذي كان من جي دوليو كملت فيه بلون لاين بس حسيتها يعني بالعالم أنه ما حد فاهم جو الكويت أو جو الخليجي يعني يتكلمون عن أشياء تخص بس الأجانب مثل العرس بالكنيسة وعقو بالعرس شي صير وسيت الدين وهذا ما كان مناسب لنا وما كنت أشوف شيء يعني اللي حتنقريب على مجتمع لكوتي ما كان قريب سويت أن حاولني أن أنضب كذا شيء يعني هذول الدورات اللي متخل جي دوليو الانلاين استفت مثلا من إن أوكي شي أنا ما فكرت فيها إن أوكي إحنا خمسين شخص يعني نشغل على العرس بخيمة من وين رح نيبلأكل وساعة شام رح ننوكلهم بساعة شوان هذا ما يأثر على نتيجة ساعة ثمان لازم نخلص نخلص العرس هالأشياء استفعت منهم أنا ليش قررت أن أسوي انتير ديزاين لأن بهالوقت ما كان عندي ثقة أن أقول أوكي يمكن صجرة أكون ودين حسيت ما أدري ما أدري ما أدري المستقبل يعني يمكن أنا وعد أحب الأثاث والدكور سويت الكلاسيس بس اللي ساعدني ما ساعدني أن أسوي تصميم ساعدني أن أقول لنا لا بيبي أنت نووي تصير المصممة شخصيا أنا لازم بروجيكت ينتهي ما عارف بروجيكت يظل على أشهر وأظن هذه يعني مشكلة أنا أحب أحب وأخلص مع السلامة وأحس أن يبي لأحد يعني فيه مستقبل وعترف أن أنا ما عندي مستقبل مستقبل وقلت أنا أكمل بالإيبانس وأشوف وضعي ولا مرة قلت أنا أكون مستقبل كنت أقول أنا أخلي دور أوبن أوكي فلايف يعني أنا أروح المعارض أروح معارض انتيريور أروح أشوف معارض أحب الأثاث أحب الأرط أحس أن هذا كل يسوي يعني أن نتعلم ونشوف العالم ويعطي أفكار وأفكار مثل التصميم الداخلي نقول أنتير ديزاين نرز نتعامل مع عمل نعطي حقها العميل بيت العمر نعطي حقها العميل مشروع العمر أنت تعطينا يوم العمر صحي شلو تتعاملين مع الزباين أكيد يكون العمل مضغوطين في بعض العمل يدخلون وفي بعض العمل يدخلون وفي بعض العمل ما هو نوع العميل أو مواصفات العميل التي تتعلم أن تتعلم أن بيبي ستبدأ من العرس هذا بيبي ستقدر أنها فعلا تعطي شيء يرضيها أولا يجب أن أذكر نفسي وفي أي شخص يجب أن نتذكر أنه يمكن أن نفعل هذا الشغل 20-30 أو 100 مرة لكن هذا أول عرس لهم أول شيء يجب أن نفكر أن هذا شيء أهو مضغ أهو شيء وصعب خاصاً في مجتمعنا يقيمون على عرس يذكرون على ما أقوم ويجب أن هذا يضع زيادة على الشخص من أول مقابلة أحاول أتعرف تفاصيل العرس حاول أشوف أوه أيها شنو حابة يعني شنو شافت شنو حست شنو اللق أو الفيل اللي إيه يتبي بعدين أحاول من من السايكولوجي الماختة ساعدني أشوف هي صج شنو حابة وأطلب من كل ترتب لي فقط سبع صور ما تقرتيب لي كتاب ما تقرتيب تراويني بنترست 100 صورة ولا على آلبوم كبير لا أكلها سبع صور وبكل صور تعرفين شنو حابة وثلاث صور عراس يمكن كلش مو ستايلتش قولهم مو شرط تبين لي ودنج ممكن تبين لي انتير ديزاين لوبي مال أوتيل أنا قولهم روحوا على الانتير قبل ما تروحون على الودنج لأن الودنج هذا فكرة صارت وليس ما أكررها ولا أحس أن أنا ما أبي عرس بيبي أنا خلاص خلصت عرسي وسويتها سو أنا لازم أخذ أفكار فرح وسويها بطريقة بيبي لأن أنا يمكن أشوفها على أفكار أفكار إذا أنا حاسة أن العميلة واثقة فيني أبدر بس إذا حاسة أن هي واثقة وقعت تدخل ما أحد يمكن يشتغل على 100% صح العمل على أكثر من المشروع صعب جدا وخاصة أن كل مشروع يحتاج فكر وأسلوب إدارة مختلف وبالتحديد من ناحية التسويق على أي وسائل تستخدمينها حق تسويق الأفكار يعني أكيد بالفترة الأخيرة مع الأزمة الاقتصادية كلها أشياء رفاهية لواحد لا مستعد يصرف لها فشنو الوسائل تستخدمينها كتسويق وهل نوفمبر وكل مشاريع الثاني التي تكلمنا عنها تساعد بتسويق بحياة كمصممة التعراس لا أنا أحب أن أخلي نوفمبر وبي بحياة إفانت ما أحب أن يكونوا نفس الشيء لماذا؟ نوفمبر لستايل أن نوفمبر لكل ونحسس أننا مالا موديل يعني ممكن أن تأخلي نوفمبر حق البيت الإفانت لأخاص آخر يعني شمسنا خلاص أنا عرفت عرفت ستايلي وأنا ستايلي أنا بيبي ما يمشي على كل الكويت في ذوق معين وقبل كان وائد صعب لنا قبل ما كان في وائد ودين ستحسين لأن 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 لدي بيسنس ولازم تغطين الرواتب ولازم تأخذين عرص وتسوي وما يكون ذوق بس الحين في وائد مصممين الحلو أن أنا ما عندي مانع مثلا أحد يقول أنا أبي شيء مغربي أنا المغربي ليس تخصصي يمكن ما أحب كثير ما أحب ثاني وإن أنا ما أقدر أسويها بس أقدر أقول أنصح ترى فلان ممكن يسوي شيء أحسن أو شيء عند البروضوكت عند المعرفة ومسوي من قبل هذا تخصصها بالنسبة لتسويق أحس أن كل عرص يسوي نفسها كل عرص للسطايل ويمثل ذات كلين الحمدلله خاصا الحين لذلك لذلك نسوي سنابات إذا رضوا الكلين يكون في تليفونات سنابات الإنستغرام التغطية تحدث وقاعد ينتشر بطريقة أكثر من أي نوع تسويق قبل قبل كنا نحط بمجلة وندفع يمكن ألفين دينار وما كان يسوي الريتش اللي ننهي اليوم لأن المشاهدين خاصة من أصحاب البيوت يجبون نستفيدون من تتش بيبي فنحن سننفعل شغلتين سننفعل حديقة نغيرها وطوات أكل جاهزنا حقيقة الضيوف فشنو الستعال اللي بكرا لنفعل وشنو نفعل بالفقرة اللي اليوم ليس شهيانا سننفعل تغيير سننفعل مكسيكو لاتن لأنني أحس أن هذا الشيء يمكن ما تسوى وائد يعني سليني طافت وائد شغلنا بأشياء مريتورينية تركية لبنانية شامية وكان الثيم يعني وكل من كان يسوي نفس الشيء والحين يالشتا وقلنا خن يعني خنغير شوية اللاتن فود والتاكوز والقاكمولي وائد صار يعني هبة كبيرة بأمريكا وقعد يدخلونا بأشياء يعني طاولة الأكل طاولة الأكل والحديقة والحديقة أبيراويكم أن تأخذون أثاث بيتكم أثاث القاعدة اليومية وتحطونها بالحديقة وتخلون تسوون قاعدة كوزي حق الربعة يعني مثلا أربعة لستة بنات آخر ديقة ما راح تيبين لتشركة إفنس صح ولا راح تتيب لتشكيترين كبير يعني يعني شوان تأخذين تحطين أثاث بالحديقة اشتركوا في القناة